ترجمة نانسي قنقر جمهورية البرازيل تشيد بجهود المملكة المغربية الجادة وذات مصداقية للمضي قدما نحو تسوية الخلاف حول الصحراء المغربية في إطار مبادرة الحكم الذاتي التي تقدمت بها عام 2007 والمغرب يدين الاقتحامات الإسرائيلية للمسجد الأقصى يعلن وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة في وقت تواصل فيه إسرائيل قصفها لمناطق متفرقة بقطع غسل وككل مسائية جمعين ضم إلينا الزميل محمد إسراء بفقرته الثقافية التي سيفصصها لموسيقى الجاز أهلا بكم 11 اتفاقية شراكة ومذكرة فاهمتهم بالأساس مجالي التعليم العالي والصحة وإنشاء مختبر مشترك تم اليوم توقعها بين المغرب والصين بالمركز الثقافي الصيني بالرباط في الشقيق التعليمي ستمكن الاتفاقية الموقعة الطلبة من مولوجة جامعات الصينية وتوفير مناح دراسية لهم التفاصيل في روبرتاج محمد بوبكر ومولودي زنتي 11 اتفاقية ستمكن من مواصلة تعزيز التعاون في مجالة تعليم والعلوم والتكنولوجيا والطب الصيني التقليدي من بينها اتفاقية شراكة لتقديم منح دراسية لفائدة الطلبة المغربة بالصين على هامش اللقاء تم كذلك تقديم مذاكرة تفاهم لإنشاء مختبر مشترك بين الصين والمغرب في إطار المبادرة الصينية الحزام والطريقة الجامعات الصينية عطتوا المجموعة للمنح للطلبة لتعزيز الحركة بين البلدين وكذلك اليوم نتحدث على مشاريع بحثية في الأولويات الوطنية التي تصادف وتتقاطع بشكل مهم مع الأولويات التي تشتغل عليها الجامعات الصينية نشاط اليوم هو عبارة عن نشاط حول التعاون ما بين المغرب ومقاطعة السيتشوان في المجال التعليم بالخصوص وفي المجال الطب حيث في هذا الوفد يكون مجموعة من مسؤولين الجامعات خصوصا بالنسبة للطب التقليدي الصيني إلى جانب من طبيعة الحال عدد من المجالات الأخرى كمجال الطاقة ومجال البترول الاتفاقية تروم زيادة عدد طلاب المغربة في الصين كما ستساهم في تعزيز متنة العلاقة الثنائية بين الرباط وبيكينة في مجالة الصحة والتعليم ولأن المملكة تعد بوابة العالم نحو إفريقيا يشكل هذا التعاون خطوة مهمة لمقاطعة سيتشوان لتعزيز حضورها بإفريقيا صدقة متينة تلك التي تربط بين الصين والمغرب هناك ثلة من الطلب المغربة الذين يرغبون في استكمال دراستهم في الصين لكن لا يتوفر على منح دراسية ندعوهم اليوم للمجيء إلى الصين وسوف نوفر لهم منح دراسية مناسبة وعلى همشي حفل تقديم الاتفاقيات التقى مستشار جلالة الملكوندريا زولاي بعميد قسم الأعمال والإدارة الرقمية بكلية تشانغدول النسيج أي حقبة جديدة للعلاقة الثنائية بين الرباط وبيكينة وللحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا من العاصمة الأستاذ عبد النبي صبري أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الخامس برباط أهلا ومرحبا بك إذن 11 اتفاقية بين الرباط وبيجين في مجالات متعددة أين تكمن أهمية هذه الاتفاقيات؟ ولن شكرا لكم على الاستضافة وشكرا لك على طرح هذا السؤال المهم تكمن هذه الأهمية أنه منذ الزيارة الملكية التي قام بجالية الملك حفظة الله إلى الديار الصينية في العام 2016 عرفت العلاقات المغربية الصينية نجاحات غير مسبوقة على كافة المستويات اقتصاديا اجتماعيا اليوم جاءت دور على مؤسسة على مستوى التعليم عالي هذه الاتفاقية اليوم هي تعزج الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي دخلها المغرب مع الصين وهي متعددة الأبعاد وهي فاعلة على كافة المستويات وبالتالي هذه الاتفاقية اليوم لاحظنا قبل ذلك كان هناك افتتاح معد كونفونشيوس بجامعة محمد الخاميس لتعليم اللغة الصينية اليوم الصين فتحت على المملكة المغربية من خلال مبادرة حزام الطريقة التي تهم البنية التحتية كذلك والبنية التعليمية كذلك والتمويلات التي تقدمها هذه المبادرة اليوم جاءت دور على قطاع التعليم العالي باعتباره قطاع حيوي قطاع فاعل لأن التعليم والبحث العلمي يساهماني في المنظور الشامل والمتكامل يعني كما يريد ذلك جالة الملك ورئي الصيني على كافة المستويات مسألة أخرى أيضا لأن التعليم ويهم مجالة عديدة الطب التقليدي يهم كذلك الصناعة يهم كذلك الصناعة الدوائية يهم كذلك الزراعة يعني مختلف المجالة وبالتالي كلما كان البحث العلمي يعني يوصل إلى مستويات قياسية تكون هناك نتائج إيجابية يعني على المستويين يعني خاصة على مستوى تدعيم العلاقات البينية الصينية لاحظنا أيضا قطاعات واعدة يعني اليوم مملكة المغربية على مستوى يعني تجيني وعلى مستوى أن الصين دخلت في بناء مدينة دكية بمدينة طنجة شمال المملكة المغربية وهي مدينة محمد السادس الدكية وهي ستكون بدون شك فاعل أساسي على مستوى تدعيم العلاقات العلمية بين المغرب والصين يعني اليوم سنرى طالب مغاربة سيذهبون إلى الصين من أجل التعليم وهذا المنح التي ستم لحوها الدولة الصينية للطالب المغاربة هذا دليل لقاطع برهان ساطي على أن التعاون بين المغرب والصين هو أساسي وخاصة أن هناك اليوم تدافع عالمي غير مسبوق نحو القارة الإفريقية والمغرب ويعني له بواب أساسي نحو هذا المنح وعلى هذا النحو يعني كما قلت يعني اتفاق في مجال الصحي هناك أيضا انشاء لمصنع اتفاقي لانشاء مصنع لإنتاج البطارية الكهربائية اتفاقيات في مجال الزراعي المالي والقضائي وغيرها يعني من الاتفاقية التي تم توقعها بين البلدين بنظرك كيف سيساهم ذلك في تعزيز الشراكة والتعاون بين المغرب والعملاق الصيني سيساهم بكل تأكيد في تعزيز العلاقات بين العملاق الصيني وبين المملكة المغربية على مستوين لأنه أولا منذ 2016 كانت زيارة ملكية كما قلنا إلى الصين كان جالية الملك أكد في خطاب القمة العربية الخليجية على أنه بقدر ما سيحقق المغرب يعني مكتسبات أو حقق مكتسبات ويحافظ على مصالح مع الشركاء التقليديين المغرب منفتي على الشركاء الجدود الصين أيضا هي شريك تجاري واعد على هذا المستوى لاحظنا يعني على مستوى افتتاح يعني على مستوى إنشاء تشيد مصنع للدواء أكبر مصنع لللقاحات على المستوى الإفريقي في المملكة المغربية لاحظنا أيضا يعني إنشاء يعني أكبر معمل ضخم سيكون من أجل يعني البطاريات الكهربائية اليوم الصين تسيطر على حوالي 70% من هذه البطاريات في العالم اليوم الصيارات التي تتحرك في كافة بقاع الدنيا في الغرب وغيره هي مصنوعة وتتحرك ببطاريات مصنوعة من العملاق الصيني اليوم الصين تريد مع المملكة المغربية هذا الانفتاح يعني مبادرة حزام الطريق التي تحتاج إلى بنيات تحتها إلى وزادها يعني تأكدا وزاد الصين يعني تشبتا بهذه المبادرة وهو المبادرة التي أطلقها جيلة الملك حول المبادرة الأطلسية للمملكة المغربية البنيات التحتية لأن هذه المبادرة هي تهم طريق الحرير الجديد يعني الطريق البري الذي سيربط أوروبا الغربية عبر أسيا الوسطى وعبر روسيا ثم كذلك إفريقيا عبر المحيط الهندي وعبر بحر الصين وبالتالي هذه المعطيات اليوم هذه البنية التحتية الهائلة التي وصل إلى المغرب هي ستساهم بشكل أساسي في رفع معاملات التعاول الاقتصادي لاحظنا أن المبادرة التجارية تضاعفت مرات عديدة لاحظنا أيضا أن الصين المغرب اليوم أول بلد إفريقي تدخله القطارة الفائقة السرعة لاحظنا الصين اليوم هي مهتمة ليس فقط بإيصال هذه القطارة الفائقة السرعة إلى قدير بل هي تريد أن تصل إلى موريطانيا لربط إفريقيا غرب إفريقيا بأوروبا وبأسيا وبالتالي هذه التحولات المفصلية كلها ستؤدي وستتمر نتائج ملموسة انطلاقا من رابح رابح تقاسم الأرباح وهذه مسألة الأساسية لأن المغرب يتميز بالحكمة الاقتصادية على هذا المستوى شكرا جزيلا لك عبد نبي صبري أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الخامس بالربط والمغرب والبرازيل يعبران عن إرادتهم القوية في إرساء حوار استراتيجي لترسيخ الشراكة المتينة وطويلة الأمد بين البلدين جاء ذلك في بيان مشترك تلأ المباحثات التي جمعت ناصر بوريتا وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغارب المقيمين بالخارج ونظيره البرازيلي مورو فييرا الذي أشاد بجهود المملكة المغربية الجادة وادت المصداقية للمضي قدما نحو تسوية قضية الصحراء المغربية جاد أبردان المسؤول ديبلوماسي للبرازيل عظيمة اقتصادية أمريكا الجنوبية في زيارة رسمية للمملكة وزير الشؤون الخارجية مورو فييرا التقى بناصر بوريتا في زيارته القصيرة للمغرب لكنها بأهمية كبيرة ولسيما في ظل المؤشرات الإيجابية التي تنطق بها العلاقات البينية سياسيا أمنيا عسكريا واقتصاديا كذلك المبادرة الملكية الأطلسية حضرت في أجندة اللقاء في إطار المبادرة الملكية لتأطير الإطار الأطلسي الإفريقي ودور البرازيل ومبادرتها كذلك في إطار الجنوب الأطلسي يمكننا نسخه أكثر ويمكننا نتشاوره أكثر ويمكننا نشتغله أكثر ليكون المجال الأطلسي هو مجال للأمن للسلم وللتنمية سواء في شقه الإفريقي أو في شقه في الأمريكا الجنوبية وفية للعهد هي برازيليا فإذا كانت الرباط من أوائل العواصم المعترفة باستقلالها فإنها اليوم تؤكد قوة هذه العلاقات بإشادتها بجهود المغرب الجادة وذات المصداقية ضمن مبادرة الحكم الذاتي كحل لملف الصحراء بدوره الملف الاقتصادي حضر بقوة في المباحثات أنجزنا الكثير من التقدم بخصوص الشركة الاستراتيجية التي تجمعنا مع المكتب الشريف للفصفاتة هي استثمارة هامة جدا بالنسبة لنا في البرازيلة والشركة مرتبطة أيضا بتدريب والتكوين والبحث والثاقة النظيفة نود أن نرفع من تجارتنا الثنائية ومن الربط البحري والجوي اللقاء بين وزير الخارجي المغربي ونظيره البرازيلي توجى بالتوقيع على بيان مشترك يثمن جودة هذه العلاقات ويتطلع للنهوض بها مستقبلا وعقب هذه المباحثات وخلال الندوة الصحفية التي عقدها وزير الخارجية المغربي وضيفه البرازيلي أعلن نصر بوريطة عن إدانة المغربي للاقتحامات الإسرائيلية للمسجد الأقصى وصفا إياها بالاستفزازات التي تزيد من حالة الاحتقان في المنطقة وتقود جهود التهدئة في غزة نتابع هذا التصريح مملكة المغربيات هو دين بشدة سمح السلطات الإسرائيلية لما يسمى بمسيرة الأعلام في القدس المحتلة وما رفق ذلك من فاض قيود على المسلمين وولوجهم إلى المسجد المغرب يرفض بشدة اقتحام مسؤولين إسرائيليين حكوميين وأضاف الكنيسة إلى باحات المسجد جلالة الملك محمد السادس كرئيس لجنة القدس عبر أكثر من مرة على إدانته الشديدة لمثل هذه الاستفزازات التي تأتي بالإضافة إلى استفزازها لمشاعر المسلمين في العالم تأتي في وضعية وفي ضرف كي يستمر فيه العدوى الإسرائيلي على غزة وما يخلفه من ضحايا من بين المدنيين مثل هذه الإجراءات ما يمكن لها إلا تزيد من حالة الاحتقان وما يمكن لها إلا تزيد من التوتر في هذه المنطقة وما يمكن لها إلا أن تقود جهود التهديئة وكل جهود المبدولة لوقف إطلاق النار ولحماية المدنيين وللمساهمة في إيصال المساعدة الإنسانية وعلى صيد متصل تواصل إسرائيل قصفها لمناطق متفرقة بقطع غزة في وقت لم تحقق فيه الجهود الدبلوماسية أن يتقدم المزيد في تقرير ناديا اليوبي لم يبقى في غزة مكان للفرار إليه فبوصلة الحياة أفقدت الفلسطينيين وجهتهم وغدت الوجهات الباقية تغلي على صفيح من النيران الحرب على غزة تدخل شهر التاسع هناك عملية القصف لا تتوانى في تقديم الضحايا وتبدع في اقتناصهم من مخيمات اللاجئين والنازحين وفي القطاع نيران إسرائيل نزلت جحيما على مدرسة تابعة للأونروا ليصل عدد ضحايا القصف المتجدد خلال 24 ساعة الماضية 77 قسيلا وفي غرب مدينة غزة نزلت قضائف إسرائيل على منازل في منتصف ميناء الصيد أرسلت من زوارق حربية لتصل الحصيلة الإجمالية لقتل الحرب على غزة منذ اندلاعها 36731 قتيلا وخلف القطبان ومهما بدى الجسد منتصبا فالروح تكاد ثكون جاثية والحرب على فلسطين تركت أثرها البشع على أبنائها أجساد صغيرة منتصبة تقاوم الجوة والعطش وفي أحيان كثيرة يروى ضماؤها من مياه جرت بين ركام البيوت المهدمة منظمة التغذية والزراعة للأمم المتحدة فاو توقعت أن يواجه أكثر من مليون شخص المجاعة والموت بحلول يوليوز المقبل أما اليونسف فقالت إن تسعة من كل عشرة أطفال في غزة لا يستطيعون تناول العناصر الغذائية من مجموعات غذائية كافية لضمان نموهم وتطورهم بشكل صحيح هذه هي غزة تنتظر أن ينتصر السلام لها غزة المنكفئة من أثر الانكسار تحاول القيام ولو على أنقاض الدمار أكثر من 360 مليون ناخب أوروبي مدعوون للإدلاء بأصواتهم لانتخاب 720 نائبا في البرلمان الأوروبي ذا وجرت اليوم العملية عملية التصويت بإرلندا بعد أن انتلقت أمس بهولندا على أن تمتد لأربعة أيام بالبلدان 27 للاتحاد الأوروبي ويتوقع مراقبون صعود اليمين المتطرف رغم انقساماته الداخلية مما قد يؤثر على سياسات الاتحاد الأوروبي في قضايا كالهجرة والمنخ وفي إطار التعاون الأمني بين الرباط ومدريد أعلنت إسبانيا عن توقيف مشتبه في انتمائه إلى تنظيم داعش الإرهابي وذلك في إطار عملية مشتركة مع المدرية العامة لمراقبة التراب الوطني وبحسب الشرطة الإسبانية فإن المشتبه به كان على اتصال منتظم مع أشخاص سبق توقيفهم بتهمة الإرهاب الجهادي في كل من إسبانيا والمغرب وأيضا مع مقاتلين إرهابيين أجانب في المنطقة السورية العراقية وقد قام بإنتاج وتوزيع العديد من المنشورات المؤيدة لتنظيم داعش بالرباط استقبل اليوم رئيس مجلس المستشارين رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الفرنسية المغربية حيث تبحت حول سبل تطوير التعاون بين المؤسستين تشريعيتين كما سنتابع مع نادي أحتى وعبد علي مكاوي تفعيل متبادل لديبلوماسية البرلمانية بين مجلس المستشارين المغربي ومجلس الشيوخ الفرنسي اللقاء الذي جمع النعم ميارة مع رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الفرنسية المغربية يدخل في إطار البحث عن آلية جديدة لتطوير التعاون بين المؤسستين التشريعيتين كريسيان كامبو يزور المغرب للتحضير لزيارة رئيس مجلس الشيوخ الفرنسية جئت للقاء الرئيس ميارة في إطار زيارة التحضيرية للزيارة المهمة للغاية التي سيقوم بها جيرالاغشي رئيس مجلس الشيوخ في الجمهورية الفرنسية وستتم هذه الزيارة في الفترة من السادس عشر إلى الثامن عشر يوليوز المقبل وقد قمت بإبلاغ رئيس مجلس المستشارين بمشروع هذه الزيارة وفي هذا الإطار تسعى مجموعة الصداقة البرلمانية الفرنسية المغربية التي تضم حوالي 70 عضوا إلى مضعفة جهودها خدمة للعلاقات بين باريس والرباطة إن مجلس الشيوخ كما تعلمون هو مجلس يعمل بشكل خاص على تعزيز علاقاته مع الأصدقاء المغاربة إن مجموعة الصداقة التي أتشرف برئاستها في مجلس الشيوخ هي واحدة من أهم المجموعات التي تضم حوالي 70 عضوا من الواضح أننا نطلب من أنفسنا تسريع تغيير اللهجة والمزاج والأجواء في العلاقات الفرنسية المغربية ومن المنتظر حسب المسؤول الفرنسي أن تلعب مجموعة الصداقة البرلمانية الفرنسية المغربية دورها الكامل لسلح المتطلبات الجديدة في العلاقات بين المغرب وفرنسا نواصل معكم هذه النشرة وتتابعون فيها بعد قليل الأغنام المستوردة من الخارج وجدت موطئة قدم بأسواق جهة الشرق سعر المنخفض أضحى يشجع فئات من المستهلكين على اقتنائها ورياضيا بمدينة أجادير تتوصل في هذه الأثناء أطوار المباراة بين المنتخب المغربي ونظيره الزنبي ضمن جولة الثالثة للتصفية الإفريقية المؤهلة لمنديال 2016 لكن قبل ذلك نتوقف عند بلاغ وزارة الأوقاف وشؤون الإسلامية التي تنهي إلى علم المواطنات والمواطنين بأنها رقبت هلال شهر دي الحجة لعام 1445 هجرية بعد مغربي اليوم الجمعة فتبتت لديها رؤية الهلال ثبوتا شرعيا وعليه فإن فتح دي الحجة سيكون غدا السبت وسيكون عيد الأضحى المبارك يوم الاثنين المقبل السابع عشر من يونيو 2027 عيد مبارك سعيد وعلى بعد أيام من عيد الأضحى المبارك استوردت جهة الشرق ما يزيد عن 85 ألف رأس من الأغنام لتعزيز عرض الأضحى بأسواقها الأغنام المستوردة سعرها منخفض مقارنة مع سلالة القطيع المحلي مما شجع بعض المستهلكين على اقتنائها كما سنتابع من بركان مع عبد الحميد المرابط وعبد العالي عميرش عملية استراد الأغنام من الخارج ترفع عرض الأضحى بجهة الشرق إلى 511 الفرأس من الأغنام والمعز هنا بإحدى الضيعات بجماعة الشويحية نواحي بركان يخضع القطيع المستورد فور دخوله من الميناء إلى المراقبة وإجراء تحاليل مخبرية قبل رفع الحجر الصحي عنها والسماح ببيعها على مستوى الضيعة كينا مراقبة عينية كيقوم بها طبيب بيطاري خاص منتعد من طرف المكتب الوطني السلام الصحية أيضاً كتكون هناك أخذ عينات ديال الدم ديال الرؤوس المشية بوحد نسبة ديال 10% من اللي تخرج نتائج سيلبيا وجيدة كيدي طبيب بيطاري منتذب تقرير دياله اللي يشهد بأن الحالة الصحية جيدة لذلك القطيع المستورد جمعنا الحوالات والأسطان جمعنا هذه المدة شهر ونصر ونصر ونحن هنا يعني الماكلة يأكلون ويأكلون الزراء الماكلة للبلاد ويأكلون شهر ونصر من اللي جاءوا هنا يعني تبلدوا ولو كما هنا تمال كان بيعوا هنا بـ 54 أو 55 درهم ما يتجاوز الحوالي يجيب 38 للكيلو الحوالي يجيب 38 تلخمسة أو 40 كيلو يعني هل يكون بديك الـ 1000 تلـ 2500 درهم أما هنا بهذا السوق النموذجي لبيع الأضحي بمدينة بركان فسلالات الصردي والبرقي وابن قيل وغيرها من الأصناف الوطنية والمحلية هي التي تتصدر المشهد لكن مع تسجيل ارتفاع ملموس في ثمان بيع الأضحية تأمانة مختلفة لحسان متوسيت صغير كبير المهم في متناولة النسل اللي عندهم مدخل متوسيت أما الطبقة اللي هاوضا مختلفة ليس صعيبة لها شوى بشتروا هالأتمين اللي كانت في السوق اليوم الأسعار تتراوح ما بين 2600 درهم إلى 6000 درهم للخروف من مصلنا على مستوى الجهة الجهة في سرق الحدود 4 يونيو وصلنا تقريبا 14630 ألف رأس من الماشية أغنام وماعز اللي هي مرقمة بالإضافة الحمد لله بعمل للآلية التحويز اللي ددت لدارتها الدولة واللي ساهمت بشأننا تم استيراد تقريبا 35 ألف رأس من الأغنام وفرة في العرض لكن مع ارتفاع ملموس في الأسعار مقارنة مع العام الماضي أسعار تتبين بتباين نوعية سلالة المعرضة والفئة العمرية للأضاحي وقانون العرض والطلب الذي يحكم السوق لم يتبقى سوى يومين على موعد امتحانة البكالوريا التي تجري في سياق سنة ستنائية شهدت توقف الدراسة خلال بداية الموسم الدراسي بسبب الإضرابات وفي هذه الفترة يعيش التلاميذ أجواء توتر وخوف من الامتحان يحاول عدد من الأساتدة كما سنشاهد من مراكش يحاولون مساعدتهم على تجوزها لحسن هبان ورفيق أجومت اقتربت لحظة الجدي ولم يعد أمام التلاميذ سوى ساعات معدودة قبل اجتياز امتحان البكالوريا فترة مهمة كثيرا ما تضع التلاميذ وأسرهم في حالة توثر حالة توثرين أكثر من يعاني منها هذه السنة التلاميذ المنحدرون من المناطق المتضررة بزنزال الحوز الذين يدرسون بمدينة مراكش منذ وقوع الزنزال تلك الناس يتخلعوا بزاف ما تقدرواش تتشدوا معد الخلعات تجي تل نهارك حالهم تتبلوكا ما يقدرش يعبر على نفسه دكشي حنتين وجدوه قبل تورينا له السيد كيفاش ما نتحوش في نفس السيتياز كيف تعرفوا أن هذه السنة كانت كيف نقولوا إحنا سنة صعبة لا على التلاميذ وعلى الأساسي بفعلي الإضرابات كذلك بفعل الزنزال اللي شهدوا المغرب إلى أننا حاليا وليل الحمد قدرنا في مؤسسات دينا ولمجموعة من المؤسسات سواء الخاصة أو العمومية أننا ندرك الموقف وأننا نحاول أننا نواكب التلاميذ بدروجيا من خلال إتقال المعارف من خلال المنهجيات وكيف لحظت أنه نفسيا كذلك مشاهدوا في واحد بب يريدون بواحد الريت مليمزيان يريدون بواحد أرياحية وهذا شيء كامل في إطار تضافر دي الجهود دي المجموعة من المتدخنين وللتخفيف من المعاناة النفسية للتلاميذ المقبلين كذلك على الامتحانات الإشهادية هذا العام بالمناطق المتضررة من الزنزال فكرت وزارة التربية الوطنية ومعها قرى الأطفال المسعفين في قيادة قافلات للدعم النفسي إليهم استهدف هذه العملية في مجال الدعم النفسي خمسلاف تلميذ وتلميذة موزعين على ثلاث دوائر بالإقليم دائرة تحنوت ودائرة أسني ودائرة أمزمينس وذلك من خلال مجموعة من البرامج التي يصاروا على تنفيذها خبراء في مجال الدعم النفسي ومن المرتقب هذا العام يجتاز امتحانات البكالوريا 493 ألف مترشح يقدم لهم الأساتذة هنا خلاصات عملية عن كيفية التعامل نفسياً مع امتحان البكالوريا اعتماداً على أسلوب الحوار والإنصاط لبناء الثقة الوجهة الآن زايو نواحي مدينة الناظور حيث استفادت مجموعة من المؤسسات التعليمية من عملية غرس الأشجار والورود هي أنشطة بيئية تنظم تحت شعار لنجعلها خضراء بزايو نتابع هذا النموذج من دار الطالبة مع مفؤاد عزوزي ومحمد حجوب يغرسنا بأيديهن الشتائل في فضاء المؤسسة هن تلميذات مستفيدات من خدمات دار الطالبة زي نواحي مدينة الناظور يشاركنا في هذا النشاط البيئي الذي يروم تزيين فضاء المؤسسة بالأشجار والورود ندير واحد الأنشطة عن طبيعة وكل شيء نغرسه الأشجار والورود اللي نعطيه واحدة جمالية مهمة اللي يدوز مننا يخذ واحد النضرة زينة على هذه المؤسسة كينا أستاذك أدي لهم بسانة وبغينا نحن تربية البنات دينا يعرفوا شنو هي الشجارة ويغرسوها بيدهم حتي لا غرسوها بيدهم غد يبقى ذاك الحانين بحال ديك الأم مع الطفل ديالها لنجعلها خضراء بزايو هو شعار هذه الأنشطة البيئية المتنوعة التي همت خمس مؤسسات تعليمية من تنظيم مجموعة الخيرة والهدف إعادة لون الطبيعة الأخضر إلى مدينة زيو مدينة زيو في الستينات والسبعينات كانت تسمى مدينة الحدائق لهذا ارتأينا في مجموعة الخير أن نحمل مشعل التشجير بمدينة زيو حيث قمنا في البداية بغرس 400 شجرة بسبح جبل زيو وإعادة الاعتبار لأقدم شجرة بمدينة زيو شجرة البطمة التي يتجاوز عمرها أزيد من خمس قرون هذه هي أقدم شجرة بمدينة زيو شجرة عمرت لقرون وهي ذات رمزية كبيرة لدى الساكنة لا تزال ظلالها وارفة عسى أن تكون مثلها وتنمو عما قريب شجيرات التلميذات دار الطالبة بزيو نواحي مدينة الناظور وكما أسلفنا في العناوين تحتضن مدينة الدار البيضاء فعاليات النسخة السابعة عشر لمهرجان جاز بلانكا موعد سنوي مهم للاحتفاء بالموسيقى العالمية ويحضر هذه الدورة المع نجوم هذا اللون الموسيقي كالبريطاني جيمس بناد والفرقة الأسطورة البريطانية يو بي فورتي ولأن المناسبة شرط اختار محمد إسراء أن يخصص فقرته الثقافية لفن الجاز أهلا مرحبا مساء الثقافة والفن بشرة بداية ما الذي يميز هذه الدورة أهم ما يميز بشرة هذه الدورة هي البرمجة المتنوعة التي يحاول من خلالها المهرجان لانفتاح على أسماء بصمت اسمها في موسيقى جاز على المستوى العالمي ونجد من بين الحاضرين هناك فنان الروق الإيطالي زوغيغو وكذلك مغني الفورك البريطاني جيمس بلانت والعازف الأمريكي مكيا مكغافان المهرجان الخصص أيضا حيزا مهما في برمجته بمنصة أنفا بارك للمجموعات الموسيقية البارزة في مجال الجاز نذكر هنا بشكل خاص المجموعتين البريطانيتين كوكو روكو وكذلك فرقة يو بي فورتي المهرجان حاول أيضا في هذه الدورة استضافة مجموعة من الفنانين المغاربة الشباب الذين يشتغلون على المسجد بين موسيقى المغربية وموسيقى جاز كما هو الحال بالنسبة لموسيقى جناوة من خلال استضافة الفنان سعيد تويلي ومجموعة سينترا هناك أيضا حضور للموسيقى الأمازيغية الشبابية الممزوجة بالجاز كما هو الشأن بالنسبة لفرقة تاروان تينيري أنسو بالعيد وصرا وإسماعيل واللائحة الطويلة بشرة كيف ستساهم هذه النوع من المهرجانات في نشر هذا اللون الموسيقي بالمغرب؟ نشير في البداية بشرة أن من المهرجانات الأولى التي تأسست في المغرب للاحتفاء بفن الجاز يعود تاريخها إلى بداية سبعينيات القرن الماضي والفضل هنا يعود لعازف البيانو والفنان الأمريكي راندي ويستون الذي أسس خلال إقامته بطنجة مهرجانا دوليا خاصا بالجاز حضره في تلك الفترة ثل من الأسماء اللامعة في مجال الجاز لم يكسب لهذا المهرجان يستمر طويلا لكنه فتح الباب لولادة تجارب جديدة خصوصا في نهاية تسعينيات القرن الماضي ونتحدث هنا بشكل خاص المهرجان شلة وكذلك طنجاز والجازابلانكا والجاز تحت الأرغان بالصويرة والعديد من التظاهرات الثقافية الأخرى بفضل هذه المهرجانات أصبحت موسيقى جاز تحت باهتمام الفنانين الشباب والجمهور وهذا جعل المغرب يتحول إلى قبلة عالمية للجاز من خلال استضافة نهاية أبريل الماضي بمدينة طنجة اليوم العالمي للجاز كأول بلد إفريقي بشرى يستضيف هذا الحدث العالمي الذي تنظمه منظمة اليونسك وتحييه أكثر من مئة وتسعين بلدا عبر ربوع العالم شكرا جزيلا لك محمد إسراء والموعد يتجدد الجمعة المغرب شكرا بشرى رياضيا بمدينة أقادير يواجه في هذه الأتناء المنتخب المغربي نظيره الزنبي ضمن الجولة الثالثة بالمجموعة الخامسة في التصفيات الإفريقية المؤهلة لمونديال 2026 والتي تصدرها المغرب برصيد ثلاث نقاط النتيجة لحدود اللحظة تقدم المنتخب المغربي بهدفين مقابل هدف واحد للمنتخب الزنبي وقد قام بتشجيل الهدفين كل من حكيم زياش في الدقيقة السادسة من عمر المباراة وإلياس بن صغير في الدقيقة السابعة والستي ليلة الاعتراف والتقدير تلك التي نظمها نادي الفنانين بشراكة مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل وهو يكرم مجموعة من الأسماء الفنية التي أبدعت وتركت بصمتها في المشهد الثقافي والفني سعيد أجانا لحظة احتفاء وتكريم لنجوم الصحة الفنية تقديرا لمشوارهم وعطائهم الكبير للفن المغربي بل هي فرصة أيضا لتشجيع الشباب على العطاء وتطوير الفن المغربي في شتى أصنافه وأنماطه نحن اليوم من بين المكرمين زمرة من المبدعين المغاربة منهم أهرام ومنهم مبدعين كبار اللي خلاوا بصمة كبيرة في الفن المغربي ومنهم مملي شباب اللي أعطاوا واحدنا بفصة جديدة للفن المغربي كانت الفرحة ديالي تتواجيلي باللقب أحسن ممثل في ميراجان مكناس ومن مراجاة تكريم هذه فرحة على فرحة وهذه إلا ومسؤولية بشأننا نزيد نقدم العراسية ونزيد نقدم مستوى أفضل للجمهور المغربي أمسية فنية التقى خلالها نجوم الزمن الجميل بالفنانين الشباب الذين تألقوا خلال السنوات الأخيرة من خلال أعمالهم الفنية درنا واحدة توليفة جميلة يعني بين الشباب وبين الناس لناس ديال السبعينات أو الثمانينات فكذلك الشباب ديال اليوم عندهم ما يقولوا والدليل بأنه كنشوفوا الأعمال ديالهم ما شاء الله اللي كتعرف التليفزيون اللي كتقى واحد إقبال كبير حفل فني حمل اسم ليلة المبدعين المغاربة ليلة اعتراف بمسيرة فنية أبطالها نجوم قدموا الكثير للساحة الفنية المغربية كما ساهموا في إغناء الخزانة الوطنية بإبداعات خالدة بقي أن نذكركم بأبرز ما جاء في هذه النشرة الشراكة بين المغرب والصين تزداد قوة وتضيف إلى رصيدها اتفاقية تعاون جديدة تهم بالأساس مجالي تعليم العلي والصحة وجمهورية البرازيل تشيد بجهود المملكة المغربية الجادة ودات المصداقية للمضي قدما نحو تسوية الخلاف حول الصحراء المغربية في إطار مبادرة الحكم الذاتي التي تقدمت بها عام 2007 والمغرب يدين الاقتحامات الإسرائيلية للمسجد الأقصى يعلن وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة في وقت تواصل فيه إسرائيل قصفها لمناطق متفارقة بقطاع غسة نهاية هذه النشرة يمكنكم للتلع على باقي أخبار الوطن والعالم على موقعنا الانترنت دوزان بوايما أو على التطبيق ماي دوزان طبعا أوقاتكم أينما كنتم ترجمة نانسي قنقر